الماك او انتحال العنوان الفيزيائي الماك هو اختصار لميديا اكسس كونترول ويطلق عليه ايضا الفيزيكال ادرسيز او الهاردوير ادرسيز او الاثرنت ادرسيز الماك ادرس وهو عبارة عن رقم يتم كتابته بالصيغة هيكسا ديسيمال يعني ارقام وحروف وعندنا الارقام من صفر حتى تسعة والحروف من اي حتى اف وهو بحجم ثمانية واربعين بيت ويتم وضعه في داخل كرت الشبكة ويتكون من اثناشر رقم وتنقسم الى قسمين القسم الاول هو اول ستة ارقام من اليسار الى اليمين وهي يتم وضعها من قبل منظمة الاي ترابل اي بحيث كل شركة مصنعة لكروت الشبكة راح تمتلك الرقم الخاص فيها المتكون من ستة ارقام من اليسار الى اليمين القسم الثاني وهي تمثل الستة ارقام الاخرى وهي رقم تسلسلي تقوم الشركة المصنعة لكروت الشبكة بوضعه بهذه الطريقة يتم ضمان ان كل كرت شبكة سوف يمتلك عنوان ماك ادرس خاص به لا يتكرر مع اي كرت شبكة اخر على مستوى العالم عنوان الماك ادرس هو ثابت على كرت الشبكة وغير قابل للتغيير ولكن يوجد ادوات برمجية يستخدمها المخترقين في عملية تغيير العنوان الفيزيائي لكرت الشبكة اثناء قيام المخترق بعمليات الاتصال بالشبكة والانترنت ويحتاج المخترق عندها الى تغيير عنوان كرت الشبكة الفيزيائية الخاص به لهدف من الاهداف من امثلة هذه الاهداف هو لكي يساعده في ان يتخفى ولا يتم تعقبه او ان يراقب الشبكة ويقوم بانتحال العنوان الفيزيائي لجهاز معين لكي يحصل على صلاحيات او من خلالها يتجنب قوائم منع الوصول الاجراءات التالية بتتضمن نقاط لمكافحة الماك سبوفينج هي فعليا ثلاث نقاط النقطة الاولى هي استخدام سويتشات ذكية تقوم بعمل مراقبة عنوان الماك استخدام اجهزة مراقبة التسلل في الشبكة لتراقب التجاوزات المتعلقة بالعنوان الفيزيائية النقطة الثالثة الحفاظ على قائمة بعناوان الماك الخاصة بالاجهزة للتأكد ما اذا كان يوجد عنوان اجهزة غير مسموح لها او يفترض ان لا تكون موجودة ترجمة الانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر